مرحبا أعزائي متابعيي قناة بلينبعيني عربية شرح اليوم هو عن تطبيق تانجو وتحديدا عن أسعار العملات في تطبيق تانجو وأغلى هدية ممكن ترسلها قبل ما أبدأ شرح لكم طلب رجاء من كل شخص تخلوا على هذا الفيديو الرجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس في البداية طبعا متابعين دخلوا علي وقال لولي الأسد سعره شقيت سعر الأسد في تطبيق تانجو فحبيت أنه أعمل هذا الفيديو أغلى شيء موجود وشون رح تشتري العملات وكيف رح تكون هذه الطريقة خليه أدخل من داخل التانجو وش رح حتى أشاهد أسعار الهدايا رح أدخل على تطبيق تانجو وهنا ندخل بالأعلى على العملات أول شيء لازم تعبي حسابك الأبل أو حساب الجوجل بلاي برصيد وهذا الرصيد رح تشتريه من السوق أو تكون أنت رابط حسابك بالفيزا كارد أو ماستر كارد التعبئة رح تكون 300 ألف ألف وميتين كل وحدة السعر أسفلها طبعا هذا سعر يورو يعني مثلا هنا 32 سنت تقريبا دولارين ونص وهنا بحدود 6 دولارات وهنا 9 دولارات وهنا بحدود 12.5 دولار وهنا 18.5 دولار وهنا 3000 بسعر تقريبا 24 دولار وسألوني المتابعين عن أغلى هدية ممكن تشتريها رح ندخل الآن داخل الهدايا وأشرح لكم حتى نشاهد أغلى هدية ممكن ترسلها مثل ما تشاهدون الآن بحثت طبعا من تدخل اللايف رح تظهر الهدايا رح تظهر عدة يعني أسعار بالعملات لكن أغلى شيء أنا وجدته هو الأسد أسد تقدر ترسله تقريبا بحدود 50 دولار هذا أغلى شيء تقدر ترسله قبل ما أنهي الفيت فقط حبيت أشير إلى أنه ما رح تقدر ترسل هدايا إلا تكون عبيت لحساب مالتك إما عن طريق الأبل ستور أو بالبطاقات فالفيديوهات رح تركها بصندق الوسط وإذا كان عندك آيفون 15 أو آيفون 16 ضرورة تشاهد هذا الفيديو حتى تحافظ على البطارية تحياتي لكم لا تنسوني باشتراك ولايك مع السلامة